في الحياة قلوس بدون كرهبة كل ثلاث أيام كل يوم يقضعوا أربع مرات خمس مرات تتضاءل أحلامهم بخدمات الدولة لتنتهي بتوفير خدمة الكهرباء نبقى من الحكومة يصلحون الكرهبة بالصراحة وانا شتيشي وانا بقى منهم إيه حاجة يقوموا في المواطنين المواطنين ما عيتي والله عظيم الضغط طلع علينا كان شفت حنا عندي ذغط وقسم بلاني طلع للميتين بعض الحياة هكذا يعيش اليمنيون في الحدود الدنيا من الحياة حيث تغيب الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة ناهيك عن مشكلة الرواتب وارتفاع الأسعار إلا أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف يجعلان حياة السكان تزداد صعوبة وتتفاقم معاناتهم نعاني كمان من المجاري نعاني من المي السابع والله ما نشوف القطرة المي داخل هذه البلاد أما الكهرباء هذه حكاية حكاية عندنا يوم فيوز يوم راح كيبل ويوم قرعة ويوم ما فيش ديزل غياب الخدمات عن العاصمة السياسية المؤقتة لم يكشف سوء إدارة البلاد فحاس فما شهدته عدا خلال الفترة الماضية من هطول أمطار غزيرة تسببت بأضرار كبيرة بالمدينة كشف أيضا تهالك وضعف البنية التحتية لكن لم يكن هذا حال المواطنين وحدهم من غياب خدمات الدولة فحين تشتكي الدولة أيضا من غياب الخدمات أو ترديها فذلك شأن آخر الحقيقة كل الخدمات في محافظة عدن تضرر بما حصل بها من سيول وأمطار مرت في محافظة عدن بذات الكهرباء والصرف الصحي الصرف الصحي كما تعلمون من المياهة للأمطار والسيول من قاربها دخلت إلى مناهة للصرف الصحي وقامت بعمل سدها بالأحجار والمتراكمة من داخل بسبب السيول والأمطار الكهرباء الآن في بعض المناطق نعاني منها احتراء شبكة الكهرباء من سابق دولة بلا خدمات ليست إلا سلطة جباية لكن للفساد إرثا ثقيلا يمتد لعشرات السنوات التي عاشها اليمنيون بلا دولة يحضر فيها فساد السلطة وأطمع المتسلطين وتغيب خدماتها الوضع السيء للخدمات دفع بالمواطنين للخروج في احتجاجات في كل من حضر موت وعدن وعدد من المحافظات الساحلية التي ترتفع فيها درجات الحرارة وفتح الباب أمام انتقادات واسعة في المناطق الحرى الخاضعة لسيطرة الشرعية أما في مناطق سيطرة الميليشيا فحدث ولا حرج حيث يعد غياب الخدمات أقل الكوارث المحيطة بحياة الناس إذ يسعى السكان هناك للنجاة بحياتهم التي تكالب عليها بطش الميليشيا والأوبية ولا عاصم لهم إلا باستعادة الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر